أمن القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر إضافة إلى قضايا التنمية كل هذه القضايا وأكثر كانت محل نقاش رئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الإيرتري أسياس أفرقي خاصة وأنها دولة هامة بالنسبة لمصر على ساحل البحر الأحمر وترتبط مصر بعلاقات تاريخية مع إيرتريا حيث لمصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإيرترية حتى تحقيق الاستقلال الوطني الإيرتري في عام 1993 وظلت القاهرة طيلة فترة الكفاح المسلح على علاقات قوية مع فصائل الثورة الإيرترية وتشكلت في مصر عام 1978 جمعية للصداقة المصرية الإيرترية من أجل التحرير وتقرير المصير وبادرت وزارة وصحة المصرية بإرسال بعثة طبية إلى المناطق المحرارة في إيرتريا لعلاج المصابين وتجمع القاهرة وأسمر علاقات قوية للغاية على جميع المستويات وخاصة الاقتصادية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإيرتريا ليسجل أكثر من 119 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل أكثر من 104 ملايين خلال عام 2017 وذلك وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكومس وارتفاع الصادرات المصرية إلى إيرتريا لتسجل أكثر من 116 مليون دولار خلال العام 2018 مقابل أكثر من 103 ملايين خلال عام 2017 علاقات قديمة وممتدة في ربوع القارة الصمراء تجمع البلدين خاصة أن إيرتريا عمق القاهرة الاستراتيجي في الجنوب ترجمة نانسي قنقر